أنا سعيدة مع زوجي ولكني أخافي تزوج علي لأن أبوه متزوج ثنتين وأفكر بالطلاق ما رأيك لا طبعا غلط أكيد غلط يعني أنت واضح أن إبليس يعني داخل في عروقك النبي صلى الله عليه وسلم شي يقول إبليس واضح عرشه على الماء وكل يوم يرسل جنوده الأباليس الصغار هذول يرسلهم في هالبشر سبعة مليار على الكرة الأرضية وعنده سبعة مليار جنود أباليس جيشه أكبر جيش في العالم هذا إبليس يرسل عشان يتحرش بين كل أثنين صديقين يفرق بينهم زوجين يفرق بينهم المهم إبليس هدفه أنه ما يعيشون أثنين بسعادة هذا هدف عنده فأنتي الحين زوجك محترم وطيب وعلاقتك معه من أحسن ما يكون أبوه متزوجت نتين تبيت طرقين زوجك طيب أنت حلما متزوجتي أنت ما كنت تدري أنه متزوجت نتين أبوه تدري أنه متزوجت نتين يعني الحين فكرتي أقوم ما استقريتي وزوجك محترم وطيب يعني لا تخلين المخاوف تقتلك ولا تخلين المخاوف الخوف يدير حياتك يدمرك الخوف يدمرك ولذلك بالعكس تفائلوا بالخير تجدوا طالما زوجك قادي عامش معاملة جيدة ليش أروح أنا لبسه قبعة أبوه إيش دخل أبوه في الولد ما لا علاقة يعني ليش تتخيلين خيالات ما لها أساس من الصحة ولا الواقع وتعيشين بأوهام ما هي موجودة وتعيشين بمخاوف وتتخذين قرار على المخاوف أنت وين عايشة أنت بأي كوكب خليتش واقعية وخليتش عملية خلص زوجك محترم وجيد استمتعي بلحظات السعادة معه ليش وانت سعيدة تفترضين التشاؤم وتفترضين أن عيشتش تتنكد ليش 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 العذاب هذا ليش